نهاردة مؤمن زكريا ربنا يشفي يا رب ان شاء الله وحشنا مؤمن زكريا في الملعب وحشنا اداء وحشنا روعيته بس يفضل موجود في وسيادة اهم حاجة مؤمن زكريا لعب النادي الاهلي السابق النهاردة تواجد فيه استاد الاهلي وي السلام علشان يساند فريقه في مباراة وفاقستيه في الجمعير استقبلت مؤمن زكريا بشكل رائع هتفت ليه وسندته في محنة مرضه الحالية هتفوا ان اسمعت الهتفات تحت جمعية النادي الاهلي لمؤمن زكريا حاجة رائعة طيب بمناسبة جمعية النادي الاهلي انا قلت النهاردة بيتسو موسيماني كان ركيزة اساسية في ارض الملعب لفوز النادي الاهلي بربعية نظيفة وبالتالي كمان بيرستاو كان ركيزة اخرى في فوز النادي الاهلي بالفوز بربعية النهاردة على وفاقستيه بس الهم من كل ده جمعية النادي الاهلي جمعية النادي الاهلي النهاردة كانت رائعة كانت مدهشة أنا عابب أفرج قدام التلفزيون صوت جماهير النادي الأهلي كان شغال 90 دقيقة ما فيش لحظة في المباراة ما سمعتش فيها صوت جماهير النادي الأهلي وهتفات جماهير النادي الأهلي النهاردة اللاعبين لعبوا بروح وحماس عشان صوت جماهير النادي الأهلي النهاردة اللاعبين أدوا أفضل مستوى ليهم عشان صوت جماهير النادي الأهلي وهتفاتهم وتشجيعهم للعبين وللفريق جمالي النادي الاهلي النهار تستحق التحية لها جزء كبير كعادة جمالي النادي الاهلي على مر التاريخ هي لها الجزء الأكبر في كل إنجازات النادي الاهلي تاريخيا وإنجازات عديدة وعديدة للنادي الاهلي نادي القرن الأفريقي أهم نادي في القرن الأفريقية على مستوى البطولات تحية لجمالي النادي الاهلي على ما قدموه في مباراة اليوم نادي الأهلي هيلعب مباراة العودة في نصف النهائي لسبوع القدم في فاكس طيف هيصعد للنهائي غالبا تحدث بيتسو موسيماني النهاردة بعد المباراة مطالبا الاتحاد الأفريقي لقرة القدم أن تكون المباراة النهائية على أرض محايدة ليه قال الجملة دي ليه رمى الجملة دي إن الكلام إن المباراة النهائية قريب جدا أو غالبا هتبقى في المغرب وغالبا الوداد هيصعد كان كسب 3 واحد بيترو أتليتكو في أنجولا وخلاص الأمور ميسرة بالنسبة للوداد إنه يصعد للمباراة النهائية زي ما نادي الأهلي الأمور ميسرة لينه يصعد للمباراة النهائية احنا شايفين من دلوقتي هون مباراة نهائية بين الأهلي والوداد وبالتالي إقامة المباراة في المغرب ده معناه إن إقامة المباراة على أرض الوداد ونتعرفين اللقات النهاية دورة أبطال أفريقيا مباراة واحدة مش مباراة زياب وقياب فهي مباراة واحدة مباراة المفروض تقام على أرض محايدة فده تنبيه للكاف إشارة للكاف إنه دلوقتي فريق مصري وفريق مغربي سعدوا للنهائي الأفريقيا يبقى المباراة في أرض محايدة يعني مش هنطلب إنها هتبقى في مصر مش عايزينها هتبقى في مصر عشان النادي الأهلي ولا في المغرب تبقى في أرض محايدة تبقى بقى في السنغال تبقى في جنوب أفريقيا تبقى في الكاميرون يختاروا أي بلد هما عايزنا بس حق النادي الأهلي إنها تبقى في أرض محايدة ليه؟ بالمناسبة هقولك حاجة مهمة جدا في أوروبا مثلا مثلا هيلعبوا نهاية دوري أبطال أوروبا السنة دي في باريس في باريس بس الكلام ده مو علم من قبل ما البطولة تبدأ يعني لو كان باريس سان جرمان وصل للمباراة النهائية كان خلاص هيلعب على ما لعبه ومن حقه أنا كنت أعلنت البلد من قبل ما البطولة تبدأ لكي أنت لسه ما أعلنتش البلد اللي هتصطديه في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فمش من العدل إنها تقام إلا في أرض محايدة لكن لو كنت أعلنت مثلا من قبل ما البطولة تبدأ النهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في المغرب وصل فريق مغربي موصلش فريق مغربي خلاص هيلعب في المغرب في مصر لو كان الكلام إنها في مصر في تونس في أي بلد بس أنت أعلنت من بدري انت شايف ان الاهل والوداد هيسعدوا اهل مصري ووداد مغربي يبقى نلعف ارض محايد ده عضل الله اتمنى الكاف يكونوا فاهمين عضل الله طيب نروح ليه اخبارنا النهاردة واخبار كثيرة مهمة اول هذه الاخبار هو خبر خاص ليه رقم 10 احمد عاطف المهاجم المميز جدا الواعد جدا لاعب فيوتشر المعار من ودي دجلة ادى النادي الاهلي موافقة ورغبة شفاهية على اللعب في القرى الحمراء بداية الموسم المقبل ابلغ اللاعب مسؤولي النادي الاهلي ترحيبه بارتداء القميص الاحمر الموسم اللي جاي طبعا لسه فيه مفاوضات وفيه تفاصيل وفيه امور كثيرة انا مكلم معك دلوقتي على الامور الشفاهية لسه ما فيش امور رسمية لسه ما فيش مفاوضات رسمية ولاعب بيلعب مع نادي فيوتشر ومركز وعمل اداء رائع جدا وخيرا فاعل نادي وتحية نادي فيوتشر وتحية للناس اللي بتختار لعبين في نادي فيوتشر خد بالك اداء نادي اتكون بسرعة شديدة جدا ادروا بسرعة جدا يعملوا فريق زكي حط بينك وسين فريق زكي دي فريق زكي ايه؟ يعني عناصر الفرقة محتاجاها فعلا عناصر خبرات عناصر شباب عناصر موهوبة فعملوا فريق كويس فرجل مركز مع فرقته دلوقتي واكيد النادي والدجلة هو يبقى صاحب قرار رحيله سواء ليه فيوتشر او النادي الاهلي في المستوى بس اللاعب ابلغ النادي الاهلي شفاهيا انه بيرحب انه يلعب للنادي الاهلي بالمناسبة الزمالك كمان في الصورة حسان حسن مهاجم النادي الاهلي طلب من كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة انه يخرج اعارة اخر الموسم لو ما فيش فرصة انه يشارك فيه المبراد خصوصا انه حاسس ان الموسماني مش عايزه حسان بلغ عبد الحفيز انه عايز يطلع اعارة عشان يلعب ويشارك ويرجع الاهلي تاني عبد الحفيز قال لحسان حسن انه يقفل الكلام خالص في الموضوع ده لنهاية الموسم ويركز فيه الملعب وان الفرصة ممكن تجيله في اي وقت ولازم يكون جاهز بس هو واضح انه الراجل مش مقتنع به بصراحة يعني واضح جدا ان بيتسو موسماني مش مقتنع بحسان حسن وقالبا حسان حسن هيبقى خارج النادي الاهلي الموسم اللي جاي طيب دي اخبار النادي الاهلي